السلام عليكم مادة قراءتي للصف الاول الابتدائي الموضوع شكرا لله الجزء الثاني يلا حبايبي الحلوين تبوا علينا نكمل الجزء الثاني وصلنا انعم علينا بالماء والهواء يلا نتهجها ونكتبها الحرف إذا ما نحط له لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة ولا شدة لكي نخلي له سكون انعما تهجوها كلمة انعما هذه الوسطية يلا انعما 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 علينا 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 انعما علينا بالماء بالماء همجة وصل تذكروا من اخذنا ب ال ال بالحبل تذكروا من كتبناها بالحبل هاي بال ماء 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 تحقوا إذا نشيل ب أشصر الماء إذا نشيل ال ماء فنقراها بالماء ماء 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 لأنك قبل ال الهواء ماء وأنعما 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 علينا على وأنعما بالصحة 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 بس هون ما نقولها للأل إيهاية الأل ما نقولها يوغاها حرف شمسي نقول بالصحة والغذاء بالصحة والغذاء والغذاء وسطية الغذاء الغذاء نقوم بغذاء والصحة والغذاء وسطية قبل الأل حمدا 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 تنوينا الفتح حمدا هون يخلي سكون حمدا لله 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 حمدا لله شكرا 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 لله 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 ماء واله واله وأنعم بعد أشعطان الله سبحانه وتعالى وأنعم وأنعم علينا 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 بالصحة بالصحة والغذاء 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 حمدا حمدا لله شكرا شكرا لله نقرأ 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 الغذاء انعم علينا بالماء والهواء وأنعم علينا بالصحة هل تشعون بالصحة الشدة وكسرة وهون شدة وفتحة بالصحة والغذاء حمدا لله شكرا لله نقرأ الجزء الثاني من الكتاب وصلنا هون أنعم علينا بالماء والهواء وأنعم علينا بالصحة والغذاء بالصحة والغذاء إذا نشيل بصر الصحة نشيل الصحة فأش نقول بالصحة والغذاء حمدا لله شكرا لله سنقطعنا الموضوع كله حتى نشرحه ما فهم كم معانينه شكرا لله الله ربنا الله خالقنا خلق الشمس والقمر وخلق الطير والشجر أنعم علينا بالماء والهواء وأنعم علينا بالصحة والغذاء حمدا لله شكرا لله شكرا لله ما فهم كم معانينه شكرا لله شكرا لله شكرا لله الله ربنا الله خالقنا خلق الشمس والقمر وخلق الطير والشجر أنعم علينا بالماء والهواء وأنعم علينا بالصحة والغذاء حمدا لله شكرا لله يلا نشرحه بقى الموضوع هوني هذا الولد وكلتنا لازم نشكر الله سبحانه وتعالى دائما دائما نشكر الله سبحانه وتعالى هسا احنا هوني نشكر الله سبحانه وتعالى لأن خلص الكتاب القراءة الله سبحانه وتعالى وثقنا وقوانا أن نكمل كتاب القراءة قراءتي شكرا لله الله ربنا الله خالقنا من ربنا الله سبحانه وتعالى من خالقنا الله سبحانه وتعالى اش خلق الله سبحانه وتعالى لما نخذناها بالإسلامية خلق الشمس والقمر وخلق الطير والشجر أنعم علينا بالماء والهواء يعني الله سبحانه وتعالى عطانا الماء نشرب ماء نطيق ما نشرب ماء نظر عطشانين الله سبحانه وتعالى لأنه حبنا عطانا الماء نشرب ماء حتى ما نظر عطشانين والهواء حتى نتنفس إلى ماكوهواء أشهر ما نطيق نعيش أنعم علينا بالماء والهواء بعد أشعطانا الله سبحانه وتعالى وأنعم علينا بالصحة والغذاء أعطانا الصحة وقوانا وخلصنا من الأمراض والغذاء يعني هذا الطعام اللي ناكله الفواكه والخضروات والحبوب والبقوليات كله تمام من عد الله سبحانه وتعالى هاي المزروعات كلته أشي نقول بالأخير لازم أنقول حمدا لله شكرا لله دائما لازم أنقول حمدا لله شكرا لله أسعنتها كتاب قراءتي يا حلوين يا أبطال يا شطار اللي أريد منكم تبدون تراجعون مليح من حد موضوع اللي درسنانه بالتعليم الأليكتراني من حد شامل وشرطي والمروري تراجعون الحروف اللي أخذناها كلها المكتوبة بالأحمق الما تعرفونه وكتبونه مرتلخ نجلونه وقرؤه والكلمات الجديدة بالمواضيع اللي ما تعرفوها الكلمة نجلوها بالدفتر وكتبوا المواضيع أربع مرات مثل ما أوسيتوكم ما هسعني مرتلخ تكتبوها لأ لما كنا قد نكتب كل موضوع أربع مرات وتعلموا قرأتي المواضيع مليحة حياتي حتى إن شاء الله منهم تحن تطلعون كلتكم ناجحين والشطار وحلوين تنجحون إن شاء الله على صف ثاني يا حلوين يا شطار يلا حياتي باي